ومن نمط من الأدب اليومي المألوف أقدم الإعلامي مجيد السمراء على جمع كل ما يكتبه بشكل يومي ونشره على جريدة الزمان الدولية حتى تجمع لديه ما يكفي من النصوص وأطلق عليه سلفي لحياته ما بين أمان وبغداد والقاهرة ونواكشوت وما سيقع له من نوادر حتى آخر الشوط مراسلتنا آية الشيخ لي كانت هناك لحضور وحضرة حفل توقيع الكتاب وعدت لنا هذا التقرير فننتظر عنوان كتاب الدكتور السام الرائي والذي وصفه بالعبث في منشور له في الفيسبوك ولا أعرف ماذا كان يعني هل أراد أن يستفز القار لدفعه باتجاه اقتناء الكتاب أم أنه أراد أن يعبر عن إحساسه بعبثية بعض مكونات الوجود عموما سنعرف ذلك من حديثه عن الكتاب ألا أجد في الكتاب أنه سوريالية فكرية تبحث في المنظور واللا منظور وتغوص في حيثيات التكوين والاستنتاج وفي اختزان الرؤى والتفسير للبحث في شواهد حياتية ومكوناتها صاري فترة أقول يعني ليت لكن لعل واحد جاني بالليل صديقي ولد الصراف وقال لي إنه زاد العمر يقل قلت له والله راح ثبتها زي ما هي هذه هو مو عنوان عبثي بس هو أحسن شيء الآخر شيء العنوان بساعات واحد تقتل على باله الشيء ويقول هذا عادي أنا أحب الأشياء العادية وحتى الفن المألوف يعني الفن اللي يسموه البوب آرت مو البوب آرت هو الفن الشعبي يعني يسوي أشياء من المهملات يسوي منها يصنع أشياء كثير سووا ومن عندها الله يرحم بلاسم سوى كتاب اسمه فن القمامة فمرات لهاء الربش الأشياء البسيطة العادية لغير اللي شوفها أنت وما تلفت نظرة كانت تلفت نظري يعني هالي شون صغيرة أنا أحب الشون الصغيرة الشون الكبيرة لإختصاص المحللين كتاب المعنون ليت لكن لعل وهي مجموعة مقالات سبق أن نشرها في جريدة الزمان والزميل مجيد سام الرائي من الإعلاميين الذين تركوا بصمة في الثقافة وفي الإعلام العراقي وخاصة في برنامجه أطراف الحديث هو يميل إلى الحديث عن التفاصيل وصولا إلى المركز وهو بذلك يمتع المتلقي ويمتع المستمعين الآن أعطيكم نماذج بسيطة أنا طويتها بس عبعد إذن الزميل اللي أشار عليها أنه ما أقرأ هل نحن على الهواء ردت عليه السيدة الموثوقة من قبل القناة التي تتعهد بإبلاغ السائلين عن طوالعهم وفق أبراجهم هل يمكنني أن أغير برج زوجتي ضحكت حتى كادت تشرق على الهواء ثم تمالكت نفسها ما برجها قال الثور الثور فدوة ممكن أن نسوي الحمالة الجوزاء العذراء أي برج إن شاء الله يكون الزوراء كتاب جديد يضافه إلى المكتبة العراقية أولا والمكتبة العربية فيه الكثير من الموضوعات التي امتاز بكتابتها الدكتور مجيد هو كتاب فيه بعض العلاج كما يدعي الدكتور مجيد السام الرائي علاج نفسي لمن يأخذه أرق الليل يدعوه لقراءته وربما يجد فيه شفاء من أرق الليل ضمن شروط المقابلة لكل راغب مقادر على طلب وظيفة خاصة يوصي مالك الشركة شرط ذكر البرج إنه تحديداً الجدي يعني واحد وهذا حقيقة نعرفه يقول يعني يذكر البرج يعني المتقدم لطلب الوظيفة لازم يكتب برجه ومعمولة أنا والله ذاك اليوم سويت حوار مع واحد قال لي صح موجودة في أوروبا في بعض البلدان لأنه أنثى الجدي من أكثر الشخصيات بحثاً عن المثالية للوصول إليها لذا فهي غالباً ما تؤدي عملها بحرفية عالية ضحكت ورجل الجدي يضحك أيضاً يتميز بخفة ظله ومرحه يتمتع بالواقعية والطموح لديه إرادة قوية شخص هادئ ينفع في شركتي في الاستقبال وعند المداخل في الاحتفالات مخلص ووفي جداً لشركة حياته وشركته أيضاً لأن الحياة شراكة زوجية شركة تنتج أفواه وأرانب صح؟ طبعاً قرأت أنا من عند الكتاب كان كلش مسلي وغير نمطي انتقالاته كلش سريعة وتحبين أنه تكمليه مباشرة أنه ما توقفين به لأن انتقالات به والسادر اللي به هو متقطع صحيح وما يكمل الآخر بهذه كل قصة بسيطة صغيرة اللي تنتقلين إلى قصة أخرى وفد أكشن يعني جديد وهذا اللي استمتعت به صلاح الكتاب هذا النصوص يومياتي سيب في حياتي مثل ما قلت في عمان وفي بغداد وفي مدن أخرى وفي نواكشوت هذه السيرة اليومية يوميات مكتوبة بدمع العين مكتوبة بنفس عراقي شعبي يمكن كانت أهني أن أكون كاتب ساخر وبس شكله جاد يعني ما يوحد بهذا هذا الكتاب والدكتور عهد حسني طبيب نفسي مختص وينصحكم لعلاج الأرق لا تأخذون الفلوكسين ولا سعادة وهذا والله جدبي معلم ود الترويج الكتابي لو أنا مرات أقعد بالليل أخذ 60 ملقرام منه والله جدبي هذا الحضور العراقي شفت بعيونك بلادي سهل بجوال بالوادي يعني شفت العراق كله هنا مجتمع حفزني على أن أتم المشروع بكتاب آخر كنت ناوي أجله هو ضمن سلسلة ما أشره من يوميات في الزمان مشاعري اليوم ما أقدر يعني مو أعجز ولكن غالبتني الدمعة كثير من مرة وأنا أرى هذا المد الكبير من الناس والعراقيين بأحلى أحلى وقائع ساخرة لمجريات الحياة اليومية بين بغداد وعمان تضمنها المؤلف السادس للإعلامي الدكتور مجيد السام الرائي الموسوم ليت لكن لعل في حفل الأشهار الذي أقيم في قاعة سين عين تضمن الكتاب ستين نص منشورا في صحيفة الزمان الدولية لبرنامج ظاهرة الجمعة أيا شكلي عمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر